بوليس يصاب بشوكة في الجسد نلاقي بوليس يصاب بشوكة في الجسد يقول أعطيت ملاك الشيطان ليلطمني بوليس فاهم فاهم أن شوكة الجسد مش ربنا اللي عملها لكن إبليس نلاقي كده مصايب تيجي مادية على أيوب لا مؤتها داته لا يلاقي كل الأموال بتاعته راحت حتى أولاده جات لهم مصيبة وراحوا فهنا اللي عمل المصايب دي كلها كان إبليس يجي ألم الاضطهاد اللي بنعاني منه في العالم سيكون لكم ضيق مش ربنا اللي عمل الاضطهاد يعني يقول كده هو في سفر الرؤية أصاح 2 يكلم أحد الكنيس ويقول له أن إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا إبليس هو الذي صنع هذا نلاقي كمان في بطرس الأول أصاح 2 عدد 19 يقول أنه إن كان أحد يحتمل أحزانا متألما بالظلمة متألما بالظلمة ويجي في أصاح أربعة وعدد 12 يقول لا تستغربوا البلوة المحرقة الحادثة بينكم كأنما أصابكم شيء غريب اللي بيعمل كل ده هو إبليس فالإبليس بيعمله أنا محتاج أن أنا أفهم أن إبليس هو اللي بيحارب هو اللي بيجرب فأول اسم لإبليس كبير هو المجرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة